ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الانسور وتوقعات الاسبوع التاني لشهر فبراير لعام 2021 برج الانسور احنا عندنا خلال الاسبوع التاني في حاجات كتير جدا جدا في بالك بتطمح لها ولكن في البداية كده عشان يعني نكون بندخل في الموضوع ونركز اكتر خلي بالك من الاشخاص اللي هيكونوا زنانين بيزنوا على خراب عشك يعني اشخاص بيحاولوا انهم يتدخلوا في شؤونك العاطفية بشكل مضاعف فيبدأ يقولك ليه حصل ليه عملت ليه سويت ده غلط ده صاحب انت قادرة انت قادرة الشخص اللي يقولك حاجة بشكل نصيحة تمام تقبلها لكن غير كده ما تسمحش بالتدخلات التدخلات ان شخص تدخل مرة في امرك هيكون عندهم التدخلات فيما بعد ويعني هيزعلوا ان انت بعد سمحت لهمش انهم يتدخلوا للمرة التانية نقطة مهمة جدا عندك اشخاص هيكونوا عايزين يتدخلوا في حياتك عشان يحسدوك او يسحروك او يشوفوا انت اخرك ايه دنيتك ايه بتجيب منين بتعمل ايه قراراتك دماغك افكارك عندك فيه عرض سفر هيكون موجود ليك في خلال الاسبوع التاني عرض السفر ده ليه علاقة بيه حاجة يعني حاجة تخص شغلك حاجة تخص ان انت عايز تعلم فيها حاجة انت عايز تجبر فيها فيكون عندك الوضع ده جدا موجود فيه حاجة برضو او نقطة مهمة عايزين ان احنا ننكز عليها في الامور المهنية امورك المهنية عندك شيء جدي او موضوع جد بتاخده بشكل جد عايز انك تزوق يعني في حاجة انت بتطمح ليها بشكل قوي بتتميز فيها ده يخليك ان انت يعني اللي هو انا عايز اسعى اكتر عايز ان انا احارب عشان اوصل عندك ده بس فيه اشخاص هتدعمك قوي واشخاص هتوقف معيك جدا طب خلوني اقول حاجة لان دي ممكن انا بتسيل فيها جدا جدا سواء على الفيس او هاي ان كان فخليها بقى يعني يكون بشكل عام اكتر الابراج اللي هتدعمك من حيث الاصدقاء من حيث الاحباب من حيث مين اكتر هو بشكل عام ان احنا نحدد ابراج الابراج اللي هتكون مميزة فيه الدعم ليك يا برج السور الابراج النارية برج الاسد والحمل القوس هيكون بيدعمك بس لو المصلحة مشتركة غير كده القوس بيدعم اي حد وبيساعد بس هيكون عنده انشغال بمصلحة تخصه طيب عامة في الابراج الهوائية هيكون عندك برج قلدل ومساند جدا عندنا من الابراج المائية هيكون برج الحوت بيدعمك مع ان الحوت انت ممكن تكون لو في شراكة مع السور فيه خلاف شوية بس الدنيا هتبدأ تتحلق او هتزبط ان شاء الله بس لو راجل الحوت طيب عامة يعني خلينا نقول ده معظم الابراج اللي هيكون فيها مساعدة كتير ولكن الاكسر الاكسر ثم الاكسر برج الاسد والحمل طيب عامة يا برج الاسور عندك كمان في امورك المهنية انك عندك بتتخذ مواقف جديدة قرارات جديدة بتفكر بطريقة جديدة عندك ان انت لا بتطور من نفسك عايز تنجح اكتر خلصت جزئية عايز اطور من نفسي انجح في الجزئية اللي بعدها اخطط للجزئية اللي بعدها فعندك فيه شغل بشكل متتالي هيكون كتير ايجابي فاحنا داخلين على فترة ايجابية جدا طيب الفترة الايجابية عشان اقدر احفز عليها لازم اعمل ايه يا ميه لازم ان احنا نكون عندنا شي يعني بصراحة بصراحة الحسد نخلي بالنا منه الشيء التاني العنده وسوق الظن انا يعني عذروني بقى يعني عذروني ليه لانه هيكون عندك الفترة دي اكثر فترة فيها عند منك عند من برج قلصور وهيكون فيها سوق ظن ليه علاقة بايه ليه علاقة بايه ان انت بتسوق بتسيق الظن في الشريك غيرة جديدة مثلا او سوق الظن فيه ان حد بيقول عليك حاجة هو بالفعل يا برج قلصور انت عندك اشخاص بتتكلم في سيرتك بس المشكلة ان انت عندك اللي هو واخد على خطرك اكتر فبالتالي بتحس ان فلان ده لا بيقول عليك اللي مش فيك اكتر واكتر او فلان مثلا ايجابي شخص كويس في حالة من سوق الظنة احترس جدا جدا اه يعني خليك تشوف روحانياتك بتقول لك ايه شخص ده كويس ولا لا لكن ابتعد عن سوق الظنة خلال الفترة دي لانه ممكن يخسرك شراكة محد عقد انت ممكن تبتديه فيه شيء مهم وممكن تخسره او دعم من حد ارجوكم النقطة دي نخلي بالنا جدا منها بورجل الصورة هيكون فترة مهمة لانك بتعيد اهتمامك بنفسك بتعيد ان انت عايز تعمل تغيير في نفسك تغيير في الشكل في الاستايل بنلبس مثلا كاشوال كاشوال لا خلينا ما نلبس فساتشين اللي هو عارفين انتو الحتة دي فعندك انك بتميل الى تغيير الاستايل تغيير الدنيا بالنسبة لك ويكون على فكرة التغيير ده لتأثير ايجابي قوي 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 على نفسيتك برج الجد برج الصورة اما وصلنا لسه عذروني عامل برج الجد دي فاطلق بط عامة برج الصور كمان عندنا من الحاجات الحقيقي مهمة انت عندك فيه حاجة لها علاقة بالقمة بتميز يعني عندك حاجة لها علاقة بالفرقعة اذا كنت بتشتغل في مجال الميديا بتشتغل فيه حاجة لها علاقة بانك ممكن تكون رجل اعمال او انك شخص معروف او شبه معروف او بتشتغل في منتج معروف او في كيان معروف هيكون عندك الالواو ان الاسم بيعلى ان احنا بنشتهر اكتر ان احنا مش عارف ايه فعندك ده قوي برج الصور عندك خلافات عائلية ليها علاقة بمراسة ليها علاقة بمشاكل مادية او اوراق او املاك خلي بالك جدا واحترس من عصبيتك عصبيتك ممكن تؤدي الى الفشل في حاجات كتير تؤدي انها تخسرك حق خلي بالك جدا جدا حافظ على حقوقك بس حافظ عليها انها تكون بشكل ودزي يعني خليك انك انت بتتعامل بطريقة اللي هو خدوهات بطريقة اللي هو انك مش عانفين في الامور طيب عامة برج الصور في حاجة مهمة برضو ليها علاقة بالمشتريات ان عندك فترة ليها علاقة بالمشتريات بتشتري حاجات تخص شغلك او حاجات ليها علاقة بحاجة جديدة تكنولوجيا جديدة ببدل حاجة قديمة بحاجة جديدة عندك ده جدا او عندك انك بتحط حاجات في القايمة بتاعتك يعني قايمة اولوياتك الفترة دي بتعيد ترتيب امور كتير بتعيد ترتيب احتياجات خاصة لك فبتبدأ انا عايز اعمل كذا واحد اثنين تلاتة مش عارف ايه وعايز بترسم يعني مشاوير عايز اخلاصها خلاص الاوراق دي اخلاص اللي ورايا هنا فعندك ده بشكل قوي جدا يا برج السور برج السور ما هو بصه اعذروني خلوني اقولكم النقطة دي الاسبوع التاني بالنسبة لك هو السهل الممتنع السهل الممتنع يعني في حاجات اه نقولها بس نخلي بالنا ايه اللي ممكن نخلينا نكمل للإيجابية عندك عرض صفر وعرض مهم وشيء مهم ودعم وويوي بس عندك في منطقة حذر وحسد وناس بتحاول تتدخل في شؤونك فالدنيا في حاجة وعكسها شوية يعني لازم نكون يقزين جدا خلال الاسبوع ده هو بس المشكلة ان احنا يعني بنميل الى سوء الزن والغيرة والحاجات دي اللي ممكن تسبب بعض المشاكل في الامور العاطفية ولكن فيه ابراج على قد ما احنا ممكن يكون احنا قاصيين عليهم غصبا عنكم يعني برج السوره انت ممكن تكون قاصي على حد غصبا عنك بس انت مش شايف ان انت كده معناها انك بتميل الى القصوة ولكن الشخص الاخر هو عايز ان يكون معاك يقولك لا انا سامحه انا بحبه يعني يباقي عليك جدا فانت عندك اشخاص باقي عليك عندك حبك باقي عليك بس ما تحاولش تعمل استفزاز للاخرين او للشريك حياتك يا برج السور صح صح للنقطة دي بالنسبة للناس المنفصلين اكبر نسبة رجوع هتكون موجودة يعني فيه اشخاص كتير هتكون عايزة ترجع لكم هتقدروا تخلوا الشخص اللي سابك انه يتوجع ويتزل جدا جدا ويمكن انا عارفة ابراج ايه اللي هتبقى عايزة ترجع لكم بس مش عايزة اقوله بس يا من ابراج مائية اكثر ومن ابراج النارية اكثر يعني صراحة طيب عامة برج السور الوضع الصحي لازم تكون وحريص جدا وتخلي بالك على النوعية الاكل بتاعتك برج السور باشكركم جدا باتمانا انا اكون في التوكم باتمانا لكم اسبوع ممتع وسعيد وايجابي ما تنسوشوا لايك وشيلوا اشراك في قناة تفعيل الجرس سلام